السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتي العزاء طلبت المرحلة الثانية لمادة علم نفس النمو أخذنا بالمحاضرات السابقة الجانب الجسمي ثم الجانب العقلي والانفعالي والاجتماعي إعادة سريعة لكل الجوانب كتغذية راجعة للمادة ونبدأ بالمرحلة الأخرى هذه بالنسبة راح أراجع لكم مرحلة الطفولة المبكرة الجانب الجسمي تزداد قدرة الطفل عن نشاط العضلي وعلى التوافق الحركي بين رجليه ويديه بهذه المرحلة يستطيع الطفل الجري بمهارة ويميل إلى تسلق الأشياء المرتفعة الأطفال بهذه المرحلة يغلب على الأكثر يطول النظر وأقلهم قصر النظر ألعاب الطفل بهذه المرحلة فردية يفضل اللعب مع الجماد والحيوان أكثر من اللعب مع أقرانه وبهذه المرحلة تتضح نوع شخصيته تتبعاً لنوع المزاج العصبي اللي ورثه من عائلته فيكون نوع الهادئ إذا كان يميل إلى الألعاب الهادئ اللطيفة وتتضح بهذه المرحلة قدرة الطفل على تركيز نظره على شيء معين ومتابعته بين حاستي السمع والبصر كذلك بالنسبة للجانب العقلي تزداد مفردات الطفل أي الذخيرة اللغوية وقدرت على التفكير ويميل إلى القصص الخيالية ويسأل أسئلة كثيرة كل هذا أخذناه بالمحاضرة السابقة كذلك بالجانب الانفعالي تتميز هذه المرحلة بقوة الانفعالات سهولة تغييرها فالطفل ينتقل من البكاء إلى الضحك ومن الغضب إلى الرضا بسرعة كبيرة وينسى في الحال ما أغضبه أسباب الانفعالات ترجع إلى تحقيق مطالبة وعدم تحقيقها وانفعالاته وقتية وسطحية لا تترك في نفسه أثر هذه كلها بالنسبة للمرحلة طفولة المبكرة أما الجانب الاجتماعي الطفل بهذه المرحلة تغلب عليه ضم يعني صفة الأنانية إذ يكون ميالا إلى أن يمتلك كل شيء ويشعر بالغيرة من أخوانه وكذلك من أبيه لمشاركته في حب أمه والطفل بهذه المرحلة يميل إلى التملك أو الإدخار لشراء الأشياء أو التغذية هذا كل ما ورد في الجوانب الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي بمرحلة الطفولة المبكرة اليوم محاضرتنا إن شاء الله رح تبدي المرحلة الثالثة من عمر سبعة إلاف معاش رأخذ الجانب الجسمي بهذه المرحلة في هذه المرحلة يكتمل نمو الحواس وتزداد قدرة الطفل على التحكم في عضلاته الإرادية بعدين أدنا في هذه المرحلة يتمكن الطفل من مسك القلم في أصابعه وبإمكان رسم بعض الخطوط في هذه المرحلة يستطيع أن يركز سمعة وبصرة على موضوع معين قد تصل إلى 15 دقيقة كذلك في هذه المرحلة بإمكانه الجلوس في مكان واحد قد يصل إلى نصف ساعة وتظهر في هذه المرحلة مهارات حركية مثل الكتابة، الرسيم، الألعاب، الرياضة، التمثيل، الرقص، العزف، الآلات الموسيقية البسيطة ويكتشف عند الأطفال بهذه المرحلة طول النظر وقصره والذي لا يرجع إلى عوامل وراثية كذلك تتضح الفروق بين الجنسين فيميل الأولاد إلى ألعاب الجري والقفز والعراق فيما بينهم أما ألعاب البنات فيملنا إلى اللعب الهادئ نوعا ما مثل الدماء والصور وغيرهم وآخرا بالجانب الجسمي يميل كل الجنسين إلى تجربة كل شيء والعمل بأيديهم